تنفيذا للأمر الملكي السامي بملح وسام الواجب العسكري لجهداء الواجب ورجال الشرطة الذين تعرضوا لإصابات بلغة أثناء تأدية الواجب قام الفريق الركمة علي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم بتقليد المكرمين الأوسمة التي أنعم بها عليهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة القائد الأعلى عهن البلد المفدى جاء ذلك في احتفال أقامته وزارة الداخلية صباح اليوم بحضور سعادة اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة اللواء إبراهيم حبيب الغيث المفتش العام وأهالي شهداء الواجب ورجال الشرطة المصابين أثناء تأدية واجبهم الوطني المقدس وبهذه المناسبة رفع علي الوزير لمقام جلالة الملك المفدى أسمى آيات الشكر والتقدير والولاء على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة وما يحظى به من سبوء الأمن العام من جلالته أيده الله من دعم ورعاية تقديرا لعطائهم وتضحياتهم وخاطب معالي الوزير المكرمين بالقول إنني أجد نفسي أمام رجال جديرين بالاحترام والتقدير وإن كلمات الشكر والثناء ستظل قاصرة في حق ما قدمتموه من تفان وتضحيات من أجل سلامة الوطن وأمنه إن تقليدكم هذه الأوسمة بمثابة تقدير لولائكم وانتمائكم إنها تحية اعتزاز بعطائكم والتزامكم على الدوام من جانبهم أعرب المكرمون عن اعتزازهم بالثقة الملكية السامية وبالغ تقديرهم وامتنانهم لمعالي وزير الداخلية على هذا التكريم وما حظوا به من دعم ومساندة مشددين على استمرار عطائهم للوطن وفاء له ولقيادته الكريمة اشتركوا في القناة